اشتركوا في القناة احنا خلينا نبدأ بالفيديو عشان تفهموا وان شاء الله تعالى بيكون عندكم فكرة واضحة بنهاية هذا الفيديو عن صنع جهاز الكشف عن المعادن بابسط الطرق في البيت وهذا مشروع حقيقة للمبتدئين يكون ممتاز جدا للهوات الكترونيات او خلنحكي الاشخاص اللي ما عندهم خبرة بالالكترونيات فرح ينفعهم هذا الموضوع جدا اه الان احنا بفكرتنا هاي رح نستعمل اي راديو فقط في موجة اي ام اي راديو يكون في موجة اي ام رح ينفعنا بهاي الفكرة اه الان بمنعها طبعا هاي الراديوهات الان موجودة بالاسواق يعني العربية اه باسعار رمزية فممكن تشتريعي راديو وبيمشى الحال معك الان بلزمنا صنع دائرة الكترونية بسيط هاي الداير اخوان اي شخص ممكن يستطيع ان يصنعها مش متخصصين ما بتحتاج متخصصين هاي هي الداير اللي قدامكم هذا اللي ظهر امامنا بالشاشة اسمه ترانزستور ترانزستور له اربع ثلاث رجلين رجل تسمى الكلكتر ورجل تسمى البيس ورجل تسمى الامتر اللي تتصل مع السالم مجرد ما بحثت عن نوع ترانزستور هذا اللي راح اعطيك ياه كمان شوي اه في جوجل يبين لك الارجل اه بشكل سريع طبعا يوجد عدة انواع من الترانزستورات تعمل وفق الدائرة هاي اه اذا هذا هو تركيب ترانزستور امامكم اه الامتر اللي بتتصل مع السالب اللي نازل لتحت والكلكتر الرجل اللي طالع على فوق اه الترانزستور والبيس اللي هي القاعدة اللي بالوسط ان شاء الله تكونوا فهمتوا تركيب الترانزستور اي ان كن نوع ترانزستور ابحثوا عن رجلية وحطنوهم بهاي الوضعية فوق ترانزستور بتشوفوا كويل كويل ون اللي هو كويل الملف الملف هاذ الو سلكين رح ينطلقوا منو اولش اطلعوا على تركيب هاي الدائرة بشكل اكبر رح نخلي الدائرة قدامكم اه الان المصغرة هاي الدائرة وربطها مع الراديو اخواني الكرام شايفين الدائرة رح ينطلق منها الملف من فوق الترانزستور او خطوط الملف اسود واحمر شايفينو نحطهم على ملف قطره ثلاثين سانتي يتكون من سبع لفات اذا اتقلنا صناعة الملف طبعا الملف بده يكون له سلكين طالعت منو السلكين هدول واحد للسالب واحد للموجب بتاع الراديو الموجب اللي هو الانتين انا اقصد فيه انا يعني حاولت بالرسمة هاي اللي قدامكم اوضحها بشكل قوي جدا يعني ما فيه باليوتيوب جوز اوضح من هاي الرسمة لهاي الطريقة طبعا هاي الدائرة من ابتداعنا والحمدلله رب العالمين انجحنا فيها وكانت ادائها ممتاز مع الراديو الان سالب الراديو كيف نصل لسالب الراديو بدون يا اخوان ما بنفتح الراديو احنا بموضوعنا هذا مش راح نفتح الراديو نهائيا راح ناخذ الراديو بنحطه على موجة الAM وبنحط طرف للملف لالانتين نربطه مع الانتين والطرف الاخر لسالب الراديو لان سالب الراديو شوفوا كل راديو له مقر بطاريات بالخلف روحوا على الجهة المخصص السالب واربطوا سلك الملف عن طريقة سلك كهربائي طبعا بسيط اربطوا بسالب الملف راح يشتغل على طول ما في اي مشكل لانه سالب الراديو متصل مباشر مع يعني السالب البطاريات متصل مع سالب الراديو هو هو نفسه فان شاء الله انه تكون الفكرة الان اه واضحة شايفين يا اخوان اه الدايرة بتحتاج خمسة فولت لو استعملنا معها لحد يعني تسعة فولت اوكي ما في مشكلة بس اقل شي خمسة فولت بتشتغل ان شاء الله تعالى المقاومة اخواني مش راح نحتاج الا مقاومتين عاشرة كيلو اوم اه المكثف مية واربعة المكثف شايفين تحت اه رقم مية واربعة اذا استعملنا بردو رقم مية وثلاث راح يشتغل معنا اه ايضا الى حطينا اه مكثف قطبي اه ميتين وعشرين ماكرو فراد بين السالب والموجب مباشرة في هاي الدائرة راح يكون الوضع افضل ان شاء الله تعالى الان شايفين الدائرة اخواني الكرام راح احكي الان بشكل اه مختصر عن اه البدائل الترانزيستور اثنين ان خمسة 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 واحد او بي سي خمسمية وسبعة عربين او اثنين ان ثلاث تسعمية واربعة او بي سي خمسمية وسبعة عربين ايضا بداء الاخرى لم يتم ذكره هنا مثل اه بي سي خمسة اه زيرو اه او سي ثمنطاش خمسطاش برضو بتوفر بكثرة هاي القطع القدامكم كلها بتاخدوها يا اخوان من راديو قديم ممكن يعني بتستخرجوها او تلفاز قديم اه بيمشي الحل اه خليني اشوف يعني ان شاء الله تعالى انه تكون الان الامور واضحة اه الصورة يا اخوان يعني تتكلم عن نفسها حقيقة الصورة تتكلم عن نفسها اه اه الان خليني اشوف بس الملف على ارض الواقع اللي حكينا عنه اه قبل شوي هذا هو الملف اللي هو اه بقطر اه ثلاثين سانتي سبع لفات عليه اه قطرة سلك نصف ميلي قطرة سلك نصف ميلي اه الان ممكن نستعمل ملفات بها حجام اخرى ورح يشتغل العمق العمق الاقصى لهذا الملف طبعا متر اه بوصل هذا العمق اه الحقيقة يعني اه ممكن نستعمل ملف الاكبر من هذا بوصل معنا العمق لمتر ونصف اللي هو ملف مربع ستين في ستين لكن يعني في دائرة اخرى انسب لهذاك الملف الان خلينا مع هذا الملف اللي هو عمق اه متر تقريبا اه فان شاء الله تعالى نتمنى اه منكو انكو تدعمونا بالاشتراك بالقناة الاعجاب اه بالفيديو تعليقاتك وانا برد عليها بالسمرار وان شاء الله اه بتصنع هاي الدائرة وابتابعونا دائما في قناتنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة